مشروعات الكهرباء اللي اتعاملت وانا بقولها كنحية علمية بحت لولا مشروعات الكهرباء واللي اتعامل في مشروعات الكهرباء كان اللي حيواجه مصر والمواطن المصري النهاردة هو العكس اذا كنا زعلنين ان الكهرباء بتقطع 3 ساعات كان اللي حيحصل ان الكهرباء كانت حيبقى المتوافر من الكهرباء 3 ساعات فقط وبقيت اليوم الكهرباء مش متاحة فالمشروعات الكبيرة اللي الدولة عملتها هي اللي مكنتنا النهاردة الحمد لله نبقى واقفين على الارض الصلبة اللي احنا موجودين فيها فالموضوع كله هو مرتبط بدرجة حرارة وبحجم حرارة وبارتفاع حرارة غير مسبوق النهاردة طب احنا كدولة حنعمل ايه؟ لان المواطن حيسأل طب انتوا ناويين تعملوا ايه؟ لا سبيل قدامنا غير ان احنا نتحرك كلنا في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية كل ما حنخفف كلنا مع بعض كل ما حنقدر ان احنا نقلل من فترات انقطاع الكهرباء